السلام عليكم ميزة اضافتها تطبيق الواتساب لمراسلة نفسك طبعا ايها الفكرة من هذه الميزة اذا عندك معلومات ملفات اشياء مهمة حابب حابب تحتفظ فيها في تطبيق الواتساب فهذه الميزة راح تعجبك بدلا ما تنشألك مجموعة تكون خاصة فيك وكذا تحط فيها بعض الاشياء فالواتساب اضافت ميزة مفيدة للجميع ان شاء الله الميزة كالتالي كل العلاق اول شيء انك تحدث تحديث الواتساب الاخير وباذن الله ستجيك الميزة اتدار ندييا كل العلاق اننا نروح الى المصر ومن ثم نختار دردشة جديدة ومن ثم نختار درد بحث فهرس مجموعة مراسلة نفسك نضغط عليها سوف نفتح لنا رسالة نقدر نكتب مثلا أي شيء مثلا نفترض مثلا نحن نحتفظ في هذه الرسالة نقدر نحتفظ فيها في هذه المحارفة رسالتك وأيضا نستطيع إذا عندنا ملفات خمسين بحث نستطيع أن نخزنها على أو نشغل نفسنا رسالتك تم الاختيار مكامهم المحويل إضافة وصف للمد ستة الوسائط ستة الوسائط ستة الوسائط زر تحت تم الاختيار روابط مستندات أسألة أصورة ثمانية مجموعة منظومة أغسطس ملخص شرطة السفلية من شرطة السفلية تمام مثلا هذا المستند مثلا نحب أحوله مثلا تم الاختيار ملخص توصيل بحث من شرطة السفلية ملخص شرطة السفلية مشاركة مشاركة معذاب ويتساب بركات قلت � beers لتسمح المدس أخرى المدس أرسال كمك أنك 으로 وكذلك أغسلناها رجوع تحرير رجوع خمسين خبراء دردشة جديدة دردشة جديدة إغلاق ألف مراسلة النفس أنشاء رسالة ملخص شرطة السفلية من شرطة السفلية الوحدة الشرطة السفلية شريط التمرير فأي صورة أي بيانات تحفظها في هذا في الطريقة فهذه الميزة راح تأجبك أترجم